وجهت وزارة التنمية المحلية باستمرار رفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة موجة التقلبات الجوية كما وجهت الوزارة باستمرار عمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة وسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة بالتنصيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء مشددة على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار في المحافظات التي سقطت فيها الأمطار سواء من الشوارع الرئيسية أو الفرعية وأوضح وزير التنمية المحلية محمود شعروي أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى تعطيل الدراسة اليوم في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء ومحافظة أسيوت